مرات وتعلق عينا خلص هيك. طيب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والله يعطي كله عافية. اه. اليوم بنحكي مكمل موضوع الكلينيكال فارماسي سيتنج. اه. ونشوف اذا بنسألكوا اسيل نشوف اذا فيه فروقات مع الهوسبيتل. اللي احنا شرحناها بشكل عام. الان كلهم هؤلاء الكلينيكال سيرفيسيز. الكلينيكال سيرفيسيز في شكل عام بتكون موجودة في الهوسبيتل في الكوميونيتي لفل. ادى ديفرنن سيتنج ورد فارماسيز بروفايد الفارماسيتيكال كير. لكن الكلينيكال فارماسي بالذات بيحتاج هاير لفل نوليج. بيحتاج اه اه الابليكيشن نوليج تاريكتلي تكون على المريض. تمام? فايز مور بلاك اند وايت. من اي من اي اه رول ثاني للفارماسيست. اه فلذلك يعني اللي بتحتاج انه اللي هي الالتيمت اوتكم بروفايدن اللي للمريض تحتاج عدة اشياء. نوليج اوف دراك ثيرابي. تمام نوليج اوف نون دراك ثيرابي. نحكي قاعدين عن طبعا احنا ما بدنا يعني نخلي الفارماسيست سواء كان او وهذا مسكونشن بيعتقدوا ان الفارم دي او هو دا اقنوز ميكر. لا وها مش دا اقنوز ميكر. مش وظيفة نحنا كصيادلة. انه نعمل نعمل احنا خلينا نعمل ايشي ثاني. تمام? ف لكن ايش يوم تلف مع الدكتور يوم تقرأ ملف المريضة تكون فاهم هاي اللاب ايش معناها مش تروح تسأل الممرضة والطبيب هاي الرزلت شو معناها انت لازم تكون عندك على اللاب وعلى الدياغنوستيك سكلز تمام؟ في اشياء طبعا انت ما بتتعرض لها في الدراسة بس تسمحها وانت بتلف الرامضة من الطبيب ممكن تسأل عنها تكون معروفة انه يعني ما تعرفت لها وممكن ترجع لها يعني تدرس عنها بشكل عام تمام؟ الكمنيكيشن سكلز مهمة زي ما حكينا البيشنت مونيترينج سكلز خاصة فيما يتعلق في الأدوية بدك تعرف المونيترينج باراميترز للأدوية للمريض تمام؟ الفيزيكال اسسمنت سكلز زي ما حكينا هاي ممكن تتعلمها في كتب يعني تخليك تتعلم معي الأشياء بتذكر ممكن فيه كتاب كويس اسمه وهذا على أغلب رحون يعتمدوا في مادة هي بتعلم انت مش مطلوب انك تعمل لكن على الأقل يكون في عندك هاي الفيزيكال اسسمنت بروسس بحيث يوم تطلع على المريض انت كمان تكون قادر انك تعرف ايش الاشياء اللي موجودة عندهم هي طبعا انت بشكل عام ككلينيكال فارمسيس انت عبارة عن سنتر متنقل يعني اي واحد اي واحد في الهيلف كير وانت ماشي في المستشفى وانت في البيت برن عليك بيسألك سؤال ككلينيكال فارمسيس تمام؟ وممكن تكون انت انكول في بعض المستشفى تكون حسب عدد الستاف اللي موجود في المستشفى فبرن عليك بأي لحظة بيقول لك عندي المريض الفلاني واحد اثنين ثلاث شون يعمل له واحتمال تيجي من بيتك انت تشوف الكيس وفي كتير حالات انك تيجي من المستشفى من البيت على المستشفى علشان تشوف المريض تمام؟ فانت عبارة عن دراج انفورميشن سنتر متنقل طبعا بعد ما هذول كلهم تجمحهم ان شاء الله يعني طبعا مع الدراسة ومع الاشيء اللي نعطيك وياه في الثرابي في لاب الثرابي وفي الممارسة بيهمنا الالتيمت اوتكم انك يديفلوب ذراشنال ثرابتك بلان للمريض اللي هي جزء كبير من الفارماسيوتيكال كير تمام؟ فهذا الاسلايد احنا عدنا لأهميته بس الآن يخفت اكون اني انا ما حكيت عنه وركزت عنه بهذه الطريقة طيب في حد عنده سؤال على هذا السلايد؟ طيب اذا ما في حد عنده سؤال رح اضطر اكمل الآن في عنا ثري لفل اه اكشن اف كلينيكال فارماسيست انتربنشن بيفور ديورين اند افتر برسكريبشن تمام؟ طيب بيفور برسكريبشنز بيفور برسكريبشنز بيفور برسكريبشنز از ريتن تحتاج معلومات من كلينيكال تريلز من الفورميولارز تحتاج دراج انفورميشن يعني يا إما إنت كفارماسيس تسأل طبعا مش كلينيكال هو اللي بنسأل في العادة إلا إذا في بعض الأحيان بيقول لعلى الله تأكد لي منها المعلومة في عند المريض كذا 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 أنت في عندك ريسورس أكثر في الدراج انفورميشن سنتر ممكن ينسأل في الراوند سؤال ما يكون شكير متأكد من جوابه فبيحكي مع الدراج انفورميشن سنتر بيسأل هل في في المستشفى برضو بيسأل ممكن يرنع زميله يقول له والله يعني أنا كنت أشتغل مثلا في البيدياتريك آي سيو في البيدياتريك كنت أسأل زميلي اللي بيشتغل في النيو نيتا الآي سيو في بعض الأشياء يكون إحنا طفل جاي من النيو نيتا الآي سيو محول على البيدياتريك بآخر أيام من النيو نيت يعني بلش بده يصير شهر فكنت أحكي معه وأسأله عن هذا المريض كيف كان وضع عندكم هو منوم تمام فدائما عملية الكميونيكيشن ديك تسأل شو الأشياء اللي كنت تعطوها أدوية هل في كتغذية لهذا المريض طب شو الأشياء اللي كنت تعملها في التي بيان لأنهم بيكونوا أكثر أخبر طبعين الميو نيت من البيدياتريك فهي عملية الفارماسيوتيك الكير عملية مستمرة ما بتحتمد على وانت يوم تشتغل كالك يعني معنى أنك يعني معنى أنك يعني مع هذا التيم لأنه شغلك فأي إشي إحنا بنعمله قبل كتابة البرسكريبشن وكل الأشياء اللي بنحتاجها هذا إنترفنشن before the prescription is written وهذا من أهم الأشياء لأنه if the prescription during أو خلينا نحكي after يعني if the prescription is written إحنا بنخاف أن يكون له سمح الله فيه مديكيشن ايرور ريتش البيشن تمام؟ طيب during the prescription is written يعني والله إجا الطبيب قاعد بكتب بالوصفة وبقول لك شو رايك كنت تعمل counseling للطبيب مش counseling عن medicine counseling من حيث information أو والله قاعد بكتب بالوصفة أخذتها منه وروح وتعمل counseling للمريض هذا ممكن تنحساب during and after prescription is written تمام؟ بيجي برنا عند بيحكي معك الطبيب أو برنا عليك وقل لك والله في عند المريض فلاني كذا كذا بدي جرعة الدواء وهو قاعد بكتب بدك هسا تطلع له جرعة الدواء الآن دك تطلع جرعة الدواء ما فيه قاعد بكتب بالوصفة وبرنا عليك الآن طبعا للأمان في بعض الأشياء بتكون common protocols خاصة بتشتغل في فبتكون تحافظة أكثر ما تحافظ اسمك فبتقول له تمام؟ بس لك تكون متأكد عنها مية في المية وبتراجحها بعد ما تقول له لأنه ما دام نقدر نغيره فبعد ما تقول للجرعة بتتأكد منها وإذا مش عارف بتقول له بتعطيني دقيقتين برجع بلازم شيك لك على الجرعة طبعا تسأل عنها عن شغلات معينة حسب الدواء حسب عمر المريض نحن نعرف أن الجرعات بتختلف المريض لمريض وفي مرضى أصلا نحن نكون عارفين تبعتهم فما نقول له مريض فلان أو مريض أكسل اللي بتحكي عنه ولا عن أي مريض لأن الجرعة بتختلف في هذه الحالة تمام؟ لكن ثق تماما إذا اشتغل تكنيديك الفارمست وفارمست في المستشفى الطبيب رح يرن عليك ورح يسألك لأنه في النهاية مش حدا ثاني بدي يسألك بدي يتأكد أنه اللي بيعملوا لأنه الطبيب بالنهاية بهمه أنه الانترفينشن اللي بيعطيه للمريض يكون صحيح فرح يرن عليك كفارمست وطرح يسألك تمام؟ طبعا إحنا نحن صحيحة الدوزز طبعا بعلاقتها مع الرينا بشكل عام خاصة في يوم يكون البيشنت كومبرمايز اللي تعمل منجمنت للدوزز الانديكيشن هل الدواء انديكيتد ولا لا؟ هل فيه دراج دراج انتراكشن انسون في بعض الادوية بتحتاج انك تقيس البيك والترف كونسنتريشن وتعمل منجمنت لا هاي الادوية بناء على حالة المريض وتطوره وهذه الأشياء توقع خطوها في في الكاينتك عملية تمام؟ طيب طبعا قضية وكيف يعني هو ميك برسكريبشن هاي مش يعني قضيتنا بس اجمالا معظم الفارماسيست في العالم في العالم فهذه جاست ريكمند لكن لكن طبعا احنا بهمنا في هاي الحالة احنا خاصة عنا في المداليست بهمني بمعنى آخر انه يوم الطبيب يكتب البرسكريبشن تكون انت عندك انفلونس كبيرة بحيث انه فعلا يعني يعني يصير فيه تمام؟ يعني بدنا نوصل لمرحلة الطبيب يوقع على الوصفة ويجي يقول لك وكتبها انت حط لي الجراعات يكون كاتب الادوية يقول لك حط لي الجراعات هون انت المسؤول عن هذه السلاة طيب يكون خاتم يقول لك حط الجراعات هون على تمام؟ فهذا طبعا احنا بهمناش هاي بروسس بحذ ذاته بس بهمنا يكون في عنا ايش مع الفيزيشن وللامانة هذا ايش مش سهل خاصة في بعض تخصصات الطب بيكون هم الفيزيشن تمام؟ طبعا احنا ليش بدنا مع الطبيب؟ بهمنيش انا اعمل مع الطبيب بهمني الالتيميت جول لهاي العملية وهو المريض نفسه تمام؟ طبعا الميديكيشن ريليتو بروبلمز لست لا حصر لها لكن من اللخصة بال الميديكيشن 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 وهاي حدث ولا حرج هذول الثنتين صبثي رابطيك دوز حدث ولا حرج لانه زي ما حكينا الطبيب مش اكسبرت في الدوزيج الاكسبرت هو مين؟ اللي هو اللي هو الفارمست صح؟ وهذه في الكلينيكال في الكميونتي في كل مكان بدك تكون انت كفارمس استعرف شو الجراء بدها تكون كومبيتنت انتف انك تعطيها ويكون عندك بتكون في هالاشياء تمام؟ ميديكيشن 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 يعني احنا بناطي ادوي ما فيش اندكيشن هي تختلف عن عكسها تمام طيب مين عنا من الطلاب المجسرين او اثناء التدريب شاف اشياء من هاي الاشياء اللي بنحكيها شاف انه مريض اثناء التدريب والله اجيه ومعندهش ادوية يوم راح زيارة على المستشفى كان في انتربنشن رحت زيارات على المستشفى صحيح ما كان في انتربنشن ما شفتوا كيس ما اخدتوا كيس وعملتوا فيها بريزنتيشن مين لحد اللحظة هيكة يعني خلينا نحكي ظل في ذهنه كيس معين من الثرابي والله ما بنساها ولا حدا ولانتو بتتعاملوا مع المادة بتكون خمسينات وميات قاية سوسن دكتور الاسكيمك هارتيتي اه شو الكيس اللي ما انت منذكرتها كان فيها مشكلة ما تكون جماعة في ناس بياخدوا ثرابي الآن يعني مفروض تكون فريش تفضلي سوسن لا هي صلى منصف الماضي اه احنا هي كانت وقتية كيس بنا بس ثاني تقريبا هي يعني اصعب كيس اه كان فيها دراج انتراكشن اه بين اه ادوية وكان فيه دواء امبروبر امبروبر سيلكشن كان اه مفكرت انه البروبرانو دول اوه اه شو كمان وكان فيه انه انتراكشن مع اه مع اه يعني انه دواء بيكون ناقله انتراكشن مع اه مع النبتة اللي هي كانت جونسون اسمها هيك اسشي جون ستيف مو ستيف لا اسشي جون هيك ماذا ذكر تحكي لها يا ناش واسمها جونسوارت او هيك اسشي جونسوارت ايوه طيب اه فيه انه هو ما انه اسكي ما كان بياخد سلسك سيكتيب اللي هو بيكون سيلكتف انسايد وبيأثر على الهارت احنا ما بدنا اياه اوه كلنا نبدل بأسيتو امونوفين اعفت ايه يعني كان فيه اه اه امبروبر الدراج وفيه كان اه اه دراج انتراكشن دراج انتراكشن اوه 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 كان لازم نختار سيلكتف للهارت ميتا برولول او كان الكاربيديولول دول كنت انتك سيكتيب الكاربيديولول سيلكتف هم كانوا مجموعين بمبيسي ميتا برولول واشي بيبلش بي بي والستيل بيبلش بستيل انا سألت سور بدولول سيلكتف كاربيديولول سيلكتف لانان سيلكتف كاربيديولول سيلكتف ميتا برولول او كاربيديولول بس يعني انا لش حطت سيلكتف لانو انو ببكرة وكانو مجموعين ميتا برولول سيلكتف اه سيلكتف وفيه كاربيديولول سيلكتف كاربيديولول سيلكتف كاربيديولول سيلكتف كاربيديولول سيلكتف مضبوط دكتور كاربيديولول نون سيلكتف تمام فبدنا تكون هنا و تكون وراء سيرتيف تقول له هك محبت قاطع ساوسنا يعني لا لا انا يوم ساءلتك بحكي انا عارف انك بدكشت قاطع용 stopped بس انا أใหم سألتك دكتور لابي اصغطنا اقول باي الطريقه لأنه عندنا الكارفيدول الكارفيدولول عشان بس ما تنسيها احنا مش مستخدمه مرات في في التريتمنت استخدم بالهارت يعني كنا نستخدمه بالهارت فأنا فأنا مباب تحكي كثيرا بي ترى هذا كله براكتس بس علشان بدي أوصل لكم لقضية أنا قابل أحكي عكي انه حتى كيفية التعامل يعني هاو يديذلوب اللي عندنا احنا انا عارف انه كلكم اخذتوها في الثرابي وبعرف انه احنا كطلاب يعني يمكن انا عندي ادفانتج انا انا اشتغلت ودرست وبعرف يعني انتم كطلاب تأخذوا هاي المادة فرش لكن انا الهدف من القضية اللي بدي احكيها انه في بعض الادوية لازم رينج ان يور بلين اشي الكارفيدولول هذا احنا مستخدمه في في الريزيستنت في الامرجنسي صح؟ وفي الامرجنسي بشكل عام one of the treatment use تمام؟ ليش طبعا هو one of the treatment use انا نونسيلكتف ببساطة تمام؟ ماشي فدائما الديفلوبمنت اف اسكيلز بديك تعملي لينك وانت بتقرأي طب هذا الكارفيدولول طب هذا ايش short acting long acting selective non selective طبعا انا متى باستخدم السيلكتف بدي يكون في اسئلة زي هيك الكلينيكال فارماسي بتحتاج هاي الاشياء بتحتاج هاي الاسكيلز هي الامانة ممتعة ولكنها فيها بروشر كثير بروشر هذا ببطل يكون موجود على قد ما بتعمل يعني على قد ما بتجمع وبصير القضية في النهاية ممتعة لانه انت دايما انت في عندك هدف في عندك قول وفي عندك معلومات جديدة انك انت لازم تجمعها تمام؟ فهذا جزء احنا كبير بنحكيه ليش انا ركزت على ميديكاشي ريليتيد بروبلم وليش ربنا مثال زي هيك؟ انا كل يوم بتصير مع هالاشياء مع اني الان ما بشتالش في المستشف بشكل مباشر لكن كل يوم بيحكوا معي ناس بيقولوا لي والله انا عندي ابني صار في عنده اللفح العصب السابع عنده خربان رحنا عند مليون طبيب اطفال اعطونا جرعات كورتيكوستيرويد طبعا انا بعرف على طول لانه بيكون بقول لي والله صار لي باخذ كورتيكوستيرويد اسبوع بعطيه لابني ومش مستجيب على طول بعرف انه في مشكلة في الجرعة لانه لازم يصير في عندي بيكون ايش؟ الجرعة فيها مشكلة ليش بشك بالجرعة؟ لانه اطباء يخافوا من اعطاء الجرعة الاستيرويد بسبب الاستيرويد بس هاي المريض لازم يأخذ هاي دوز استيرويد الان اذا ما اخذ هاي دوز استيرويد رح يستخدم الاستيرويد اكثر من اربعة عشر يوم في هاي الحالة رح يزيد رح يصير فيه فعنت كفارماسيس لازم تعمل منجمنت ولازم يكون في عندك سواء كنت أو كومينيتي او وين ما بتشتغل ان شاء الله بتشتغل بشركات الادوية بدي يكون في عندك تظلها موجودة عندك علشان بتعرف تعمل تمام؟ ان شاء الله نكون نغطينا هذا السلايد نظبوط يعني ضربنا مثال الآن اذا في حد عنده سؤال؟ طيب يعني بتتحضر وصفة الادوية نشوف والله نعمل يعني لا منشوف انه فعلا هاي الادوية بصير استخدمها ولا لا تمام؟ فارماكو ايكونوميك زي زي الكلمة اللي حكتها زميلة كل ام بي سي هاي يعني منتشرة يوم نحكي عن الثرابي في كثير اشياء احنا بنحكيها بهاي الطريقة منشوف والله هاي في ترايلز تحكي انه مثلا هاي الادوية في فارابل ولا مش في فارابل منشوف الفارماكو ايكونوميك سطدي هذا الدواء افكتوف في دواء ثاني افكتوف نفس الاشي هذا ارخص من الثاني اذا هذا لازم يستخدم المريض لانه هذا المريض على المدى البعيد راح يظل قادر على استخدامه وهاي الشغلة انا بنصحها دائما للصيادة اللي بيشتغل في الكمبينيتي فارماكي انت لازم تشوف المريض خاصة بدك تعرف مؤمن مش مؤمن بيقدر استمرعها على الدواء فبتحتاج كوست افكتوف كوست افكتوف طبعا في بعض الادوية كوست افكتوفي لازم تعطي الغالي يعني كوست افكتوفي مش دائما بتكون انه الدواء لازم يكون رخيص يعني بيش تفهموا هاي الطريقة يعني المعنى دائما في هاي الطريقة يعني نشوف نحنا اسمح لي دكتور احكي اه اه تفضل ياه منقيس يعني التكلفة مع فعالية الدواء ممكن اذا كان الدواء اغلى وفعاليته اغلى ونفس الوقت مقارنة بالدواء الثاني ارخص بس فعالية اقل نعمل اناليسيز بناءا على الاناليسيز منحدد ايش نحنا اللي بدنا نختار فمو دائما نحنا نختار الارخص حسب البجت تبع المريض غمى الى ذلك وحاسم مريض ايضا مية بالمية كلامك سليم كيف طبعا مرات الدواء يوم يكون فعاليته اكثر لانه اذا كان الدواء فعاليته اقل ممكن ندخل المريض وهاي بتكلف مش بس المريض بتكلف الدولة فالكوست افكتيف استودي دائما او يعني بشكل عام الفرماكو ايكونوميك استودي تمام تمام نفس الوقت دكتور نحنا مو دائما مو كل المرضى يعني مثلا في عنا دواء بنزل الضغط بمقدار عشرة اللي هو بالزئ بقي بينما في دواء اخر لو كان ارخص بنزل ثمانية والمريض ما بيحتاج غير تبع الثمانية فنحنا يعني حسب كمان كيستنا بالمريض مية بالمية اللي بتحكي زامرتكم مية بالمية فهذا بيعتمد على كيف بدك تتأكد وصير في عندك اعلم حسب مثلا اذا انت كنت مختص او حاب تختص في ادوية معينة لدخل في الكارديك بتصير انت تدور على ادوية الكارديك تعمل مقارنات تحط الدواء في الدواء الثاني بيطلع لك عليه على الجوجل بس جوجل ات بيطلع لك دراسات كثير في هذا الموضوع فبتشوف ايال على وبتطبقها الدراسات تمام؟ طيب في عندنا اشياء مهمة منعيدها ومنزيد فيها كثير الفانكشنوف كلينيكال فارماسيس بيكون زي الفارماسيس بشكل عام بس احنا متوقع يكون هاير لبل بنعمل بناخد بنعمل بناخد في كل الستنج لكن هون بيكون اكثر بتلاقي الفورم اللي بديو عبيه اكبر بكثير من الفورم الثاني بيحتاج معلومات اكثر لانه في الهوسبتال انت بتحتاج كل الانفورميشن عن المريض لانه ممكن تستار تريتمنت اتخير لفل فبتحتاج كل الانفورميشن بيشنت ادجوكيشن انت كونسلينج هذا بنعمله في كل الستنج تمام؟ لكن ممكن في الكلينيكال فارماسيس تعمل كثير بيشنت ادجوكيشن تمام؟ بيشنت كير كلنا ما نقدم كفارماسيس كل الستنج بيشنت كير فورموليشن ان منجمينت اوف دراج بوليسيس هاي على الاغلب معظمة بتكون في الهوسبتال فارماسيس اذا انت كنت بارت الفارماسيس او كنت بارت الفارماسيس بيكون اليك دور كبير انك تطور اي بوليسي الى علاقة في الادوية وعلى الاغلب معظم اللي بيعملوا هاي الاشياء الانفورميشن يعمل هدو في الفارماسيس يا اما بيطلبوا منه حسب المكان اللي موجود فيه وقلوا والله احنا في الفارماسي انفورميشن الانفورميشن بنعمل بوليسي معينة لإستخدام هذه الأدوية لشأن كل الدكات وكل الناس نعمل فنحط بوليسي لإستخدام هذه الأدوية تمام؟ هو بيعمل ترينينج للموظفين في الموظفين في الموظفين المفروض يكون هو إذا هو بيعمل ترينينج المفروض يكون هو أكسبرت في الموظفين تمام؟ ليش احنا بنقول لكلينيك الفارمسي؟ لأنه بينسأل باليوم بجوز خمسة عشر وهذا الرقم بدون مبالغة يعني يوم كنا نشتغل كالكليينيك الفارمسي نعمل لإنترفينش نعملها نص الإنترفينشن بيكون لأنه لأن الطبيب كل يوم بدي يسألك أسئلة على الدنيا وإذا بصير يقتنع بإجاباتك بصير يسألك على المريض وعلى غير المريض بصير يسألك على الأشياء اللي صارت معها قبل والأشياء اللي بدأت تصير معها في هذا الإشي كثير كويس معناته أنه صارت تشتغل توقع أنه تستقبل أسئلة كثيرة في البداية ممكن تكون هاي طريقة الأسئلة فيها شوي التحدي لأنه طبيعي الطبيب بدي يشوف الشخص اللي قدامه كمبيتنت ولا مش كمبيتنت بعدين بتبطل عملية التحدي بتصير لمصلحة المريض إحنا بهمنا نوصل للمصطحة الأخيرة تمام؟ ويا جماعة إذا ما بتعرف أي شيء قول ما بعرف لأنه يعني أنت ما بصير تفتي في مصطحة المريض ما بصير تفتي في حياة المريض بهدف أني أقول والله أنا بعرف إذا ما بتعرف قول أنا ما بعرف الشيء عليها والمرة بتمر عليه المعلومات فيش حدا خاتم العلم ما في حدا بيختم العلم لكن فيه أسلوب أنك أنت تقدم المعلومات وتقدم نفسك بالطريقة لكويسة في أي ستنك أنت بتكون فيه موجود وفيه طريقة أنك تخلي الطبيب يقول والله هذا الفارماسيس بيختلف عن الفارماسيس العمل معهم قبل بصير يسأل ويدور على مين موجود عندنا عناء سوسن أي حدا من الشباب أحمد حمود محمد الشهادات أي حدا بصير يقول والله بدي رن على شوف إذا طبيب حكى على الصيدلي وقال بدي فلان لفلاني أعرف أنه فيه اهمية هذه القضية إيش في عملية الفارماسيس العمل فهذا خليه تاركت إليك أنه أنا بدي طبيبي رن يسأل عن فلان يسأل أسئلة لأنه ممكن ببنا أي حدا في الصيدلي يسأله لكن إذا رنوا طلب إكس من الفارماسيس يعرف أنه هذا الإكس من الفارماسيس صار في تمام؟ طيب هاي أشياء نحكي عنها يعني يعني مش كل المستشفيات بتكون موجودة فيها فقط اللي بتحتاج انه فعلا تعمل رسارج يعني اللي بيجوا عليها تير من الباشنط دائما بحكي عنهم زي مستشفيات الملك عبدالله مستشفى الجامعة الاردنية مستشفى الخدمات الطبية مستشفى الامل للسرطان هي بيكون فيها رسارج هاي مش موجودة هنا زي الان الاستاذي زي اللي بتطلع على الباشنط في بيستقبلوا يعني عشاء الكوفيد دوينتين هيك هاي مش موجودة كثير عندنا هاي الاستاذيز وما فيش عندنا ما في عنا بصراحة في دولنا لهالاشياء لكن هاي الاستاذيز بتتم يعني في مستشفيات كبيرة عندنا مش انها ما بتتم بتتم بس ما فيش فيها عشان هيك ما فيه لها كثير لان احنا ما محتاجاش كثير بشكل عام نستخدم للأسف الدول الغربي في هاي اشياء البيشنط ايجوكياشن الريبورتينج حكينا بيطلع من من الكلينيكال اه فارماسي من بشكل عام في فورمات معينة نعمل بس نتأكد بس نتأكد بس نتأكد الفارماسيط انه فعلا والله هو ناتج من الدواء نفسه ومش من من ادوية ثانية مش من امراض اه او مرهاش علاقة بامراض بالمريض تمام لان اجمالة للكيس ريبورت اذا مبعث خلاص بيتخزن على الدواء بشكل عام والله في عندي كيس ريبورت صارت بهادوية فاحنا لازم نكون دقيقين في عملية ريبورتينج للكيس ريبورتينج للكيس ريبورتينج بس فالفنكشن هذا ما بينتهي طيب نريد أن دعرف على الرقمات في الربورتينج لفدينج لتعرف عن هذا الروغين و فياجرا البرقاء شو الروجين تعرفون توقعوا يعني عادي طلوا على شكله كيف طلوا على شعراته هل هناك إنتراكشن؟ طبعا نحن معظم الفورميرشن الآن بتكون على شكل يعني سبريا وهيك بس فيه سيستمك فورميرشن؟ فيه طبعا هل المينوكزيديل في إنتراكشن مع الفيقرا؟ طبعا في إنتراكشن شو بسيط في عندي؟ توقعون بالدورة على إنتراكشن؟ هذول الأدوية شو بيعملوه؟ شو بسيط في عندي؟ هذول الأدوية شو بسيط في عندي؟ بسيط في عندي؟ فازو دا ليتور زياني شو بدهم يعملون دم يقللوا للضغط ولا دم زيدو دم يقللوهم هي أدوية الضغط أصلا هي أدوية الضغط الفياغرا دواء كان يستخدم للضغط تعرفوا شو قصته كاملين أصلا هذا دواء كان للضغط الفياغرا اكتشفو المريض صار يطلب الدواء هذا فالأطباء حللوا العملية وسطه أنه والله فيه فعملوا على أد تصنيعه وركزوا على للدواء بس هو أصلا فازو دا ليتور فهو بيقلل الضغط فعشان يكفي محاذير كثير على الكبار في الأمر باستخدامه فما بالكم نستخدم من أكزيديل فازو دا ليتور كمان تمام فبدي يصير في عندي هايبوتنشن في هاي الحالة من اللازم يلقط هاي الأشياء الفارمس بشكل رئيسي تمام طيب في حدا عنده سؤال طيب بكم شو معنى هذا الكلام يعني هو الأشي اللي بيعاجه نفس الأشي صادفة تبعه وحكينا كثير بهذه الأشياء الأدوية اللي احنا منعطيها للنوز بشكل عام تعطي برادوكسيكال بعد الثلاثة أيها وممكن لدينا إضاعف المشاكل الموجودة عند المريض فأنت كفارمسيست يمانيبيوليت هاي الانفورميشن المانيبيوليشن بالطريقة البوزيتيب ليش نيكاتيب للكلمة تمام؟ فيما يصب بمصلحة المريض أنا قاعد بس بحاول أعطي لأشياء ممكن أنت كفارمسيست تعمل يعني فيها انتروفنشن الآن يمكن أن تسمعوا والله هذا موجود في والله هذا كلينيكال فارمسيست بالبيدياتريك هذا كلينيكال فارمسيست في الاميرجنسي هذا كلينيكال فارمسيست في الكمنيتي اللي احنا ما نسميها الالجي بي تمام؟ الآن في يعني لهذه الأشياء في ناس بيكملوا فيها شهادات في ناس بيعملوا اللي هو البورد هذا معروف المشهول تمام؟ في ناس هم مختصين خبرة وبيعملوا البورد بيعملوا هالأشياء يعني هو أصلا بدأهم هو تريند في هذا المكان وبدأهم صالوا خبرة عشر سنوات بيعمل هذا البورد في برامج كتير في جامعات بيتخصص في أشياء معينة وقل لك والله انت فارمسيست أخصائي تي بي أن مين بدي يكون هذا الأغلب أو نقدر ما الأدلت يحتاج لي بي أن فهي بتكون حسب اللي انت بتستخدم فيها هاي منسميها فهذا بيعتمد على المكان اللي انت بتشتغل فيه تمام؟ طبعا العلاقة في كتير زي ما حكينا بالجرياتريك بالبيدياتريك بالأدلت الآن الجرياتريك بحذ ذاتها في بعض المستشفات بيقول لك أنا ما بدي الكلينيكال فارمسيست تاعة الانتيرنال ميديسن يجي داوم عندي وعالج المرضى لفوق الخمس وستين أو فوق الخمس وسبين حسب البوليسي في الدولة أو الفوق السبين بدي واحد أخصائي في الجرياتريك وفي كتب كثير الآن وفي كثير يعني دول في العالم بيقول لك في عندك دوزنج زي في الجرياتريك زي البيدياتريك تمام؟ في دوزنج في الجرياتريك لا تنطبق على الأدلت في البيدياتريك ففي هالحالة بدنا يكون الكلينيكال فارمسيست أخصائي في هذا التخصص تمام؟ هالس بشكل تنسي كلها موجودة وفي ناس في السيرجري بيكون الكلينيكال فارمسيست وطبعا السيرجري أخطاء حدثوا لحرج لأن السيرجين عنده سيرجري ممكن يعمل سيرجري للفارمسيست ليش؟ لأنه يعني هذول هذا القصد من الكلام اللي بحكيه هذول النواهية للأطباء خلاص هو سيرجين الانترفينشن تاعه سيرجين اللي بدك تفهم الباكجروند لهذا الطبيب فهذا الأولى بيكون في عندهم مشاكل دائما كثير في الأدوية يعني احنا بنعمل لهم بروتوكولات و بنعمل لهم قايدلاينز عشان بيغلطوا وشو بيغلطوا يعني من جزء كبير من الفارمسيو انه مشان الله السيرجري بشكل عام مش مسموح فيها الغلط بروتوكولات لهذه الأدوية في مرات بصير في أخطاء معينة ما اللي هي بيكون عدم الانتباه وعدم استخدام البروتوكول عدم موجود كلهم لا النيرس ولا الطبيب ولا الصيدة لا الموجود كونوا تباهي الحالة تمام؟ للأمانة إذا بتكون يكون في عندك عقد ما بيكون عندك و بتكون فيها عقد ما بتكون بشكل عام طبعا هاونا في عنا يعني ممكن يكون يعني يكون قادر على تقريم هاي السيرفز اللي موجوده لكن أنا بنصح نصيحة وبطل الطلب إنه اليوم بدك تقدم أي سيرفز اقرأها قبل اقرأها وتعلم قبل ما تقدم هاي السيرفز لا تتسرع don't rush إنك تقدم السيرفز لأنه في رش في تقديم السيرفز ما رح تتعلم وتكون السيرفز is not up to the optimum level للمريض خلص أنا بختصف بركز على وأظنني كل يوم أتعلم شو شو في اشي جديد في الanti-coagulation كيف دي أقدم الanti-coagulation بدي أختصف الwarfarin بدي أختصف الديابيتس بدي أظني أنا أحكي عن هذا الموضوع بدي كل يوم أتعلم عنه علشان أنا أصير expert فيه بدي أخذ كل الدورات بدي أخذ كل الexpertise في هذا الموضوع إذا في بورد بدي أخذ البورد يعني هاي هي القضية مش بس بدي أطلع وأحكي عن هذا الموضوع للبوبلك وأكون أنا سبب كبير من ما أعمل الإشي اللي احنا بنسميه الفيكست فولس بليذ اللي سببها اليلتكير بشكل عام بروفايدر لأن المريض منهم يجيبها المعلومات من الأطباء أبو يكون مهضمها خاطئة للأسف فأنا يعني كفارموسيست كأكسبرت أوف ميديسن بهمني أن المعلومات على الأقل تتعلق في الأدوية تكون صحيحة يوم أعطية دائما راجعوا المعلومات قبل ما تحكوها ومرأة عملية إعطاء المعلومة الصحيحة بطريقة خاطئة بتوصل ل أن المريض نستخدمه بطريقة خاطئة ونحن ركزنا بهذه المعلومات بهذه المادلة وهاي جزء كبير وهمية كبيرة من هذه المادلة أنه إحنا خذنا معلومات الثرابية وعندنا معلومات كافية ونحاول كيف نستخدمها وكيف نوصلها للمريض تمام؟ في حد عنده سؤال؟ ديبنتور آه تفضل بس نقطة أنه أعزاء سامري يعني أنا صراحة ما وصلني شو الفريق بين الهوسبيتل وبين الكلينيكل يعني هو مو بيشبه الدور اللي كان بقوم فيه الهوسبيتل بالإندور هذا هو الآن بدنا نتناقش عنه إيش رائعي؟ اللي سألت إيمان صح؟ آه يعني أنا حسيت ما بعرف نفس الرول اللي كان يقوم فيه الهوسبيتل 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 الآن الهوسبيتل بشكل عام بيقوم برولز مختلفة لكن طريقة عطاء الرولز هي مختلفة يعني الرولز يعني الالتيميط قول لدينا بروفايدر فارماسيتيك الكار لكن فيه فروقات كثير بين الهوسبيتل والكلينيكال أعطيكي مثال من خلال الهوسبيتل بشكل عام شو بيعمل بيعمل فقط ما بيشوف مريض بينما الكلينيكال فارماسيست كل الجوب ديسكريبشن تاعه كلينيكال ورينتد بتصايد فارماسيست الآن للأمان الهوسبيتل فارماسيست دوره مور الدور اللي بتشوفه في الكميونيتي بحضر الأدوية بيصرف الوصفة يعني بتنزلوا وصفة الطبيب من الانبيشانت من الدكتور بحضر أدويته بسلمها للممرض فقط فما في يعني كلها اللي خلينا نحكي الـ old style يعني بس بيكون قاعد بالصيدلية آه بس بيكون صيدلية بس بيشوفه وأنه بس الكلينيكال بلف بالراوند مع الدكاتور آه الآن الـ outpatient pharmacy ممكن يصير في كونتاكت مع المريض يعني الـ outpatient pharmacy زي hospital pharmacist برضو بس حتى وظيفته مختلفة يعني ممكن بس هو يعمل dispensing زي الكميونيتي يعني هو عبارة عن المزيجي من الـ hospital والكميونيتي لكن الـ clinical لا الـ clinical الـ job description تاعه كليا مختلف الصبح بديو يحظى الـ morning report بديو يشوف كل الكاسات اللي مرت في المستشفى بديو يقدم الـ intervention رح يسألوه كثير الـ morning report وأكثر إشي challenging لـ clinical pharmacist الـ morning report لأنه بينساء الأسئلة يعني قاموس الطب كامل بيسمع مصطلحات بعمره ما سمحها فالأطباء بشكل عام بتفهمه بيقول له احنا في هذا الموضوع شو نعطي دوا إذا ما بتعرف قل له ما بعرف أدور لك بسأل لك عنها فهاي هاي أول شغلة الـ morning report بعدين بيعمل الـ round الـ round هاي مختلفة حسب المستشفى إذا مستشفيات ممكن يكون الـ round فالـ round إما بيكون quick round يعني ساعة maximum أو ثلاث أربع ساعات إذا كان الـ education إذا كان معك طلاب زي مستشفيات الملك عبدالله مستشفى الجامعة الأردنية education round هذا ممكن تظلك واقف أربع ساعات تتلف على المريض المريض تقود عليه نص ساعة لأنه أنت بتعالج المريض وبتعلم الطلاب كيف يعالجوا المريض education round كالفارماسيس تستفيد منها كثير هي عبارة عن محاضرة إليك يوميا وبس تخلصها المحاضرة بتروح بتدورها على الأشياء طبعا يعني تستزيد في المعلومات بعدين أنت كالكليني بتقدمها بتنسى الأسألة بتقدم تأخذ رؤية كاملة عن المريض اللي أنت بتدوم يعني اللي أنت بدك تقدم علاج إله بعدين بترجع بتفتح ملفات المرضى كاملة وبتقدم اترابتك بالآن طبعا المرضى اللي بيحتاجوك أكثر دائما المريض اللي بيحتاج بالفارماسي أكثر بتبلش فيه بس تخلص بتنزل على الصيدلية بتكتب كل اللي عملتها وبتقوم بوظائف يعني ممكن أنت تتخلص إذا ظل دوام بتروح على الدراج انفورميشن سنتر بتريح الصيدلاء اللي موجود هناك بتقول والله خذ لك بريك أنا أساب ليش تغل هنا بتمر على بتقولهم شو المشاكل اللي عندك شو بتواجه مشاكل اليوم في الورد طبعا شو واجهت مشاكل شو إجتك وصفات بمعنى آخر هو زي ما حكيت أعلى هيرارك من الوصفة الفارماسي بمعنى آخر هو بيحكي مع يعني بالورد بيحكي مع الصيدلاني بيقوله ممكن يعطيه oral order إنه في دواء في مريض كذا حضر هذا الدواء أنا باجي وأخذه يعني زي وزي الطبيب يعطيه oral order في هالحالة طبعا الوصفة بتيجي من الطبيب مش من الصيدلاني إذا كان مش برسكرايبر في هالحالة فلديو تستاعت الكلينيكا الفارماسي هاير ريسك هاير لفل سترسفول أكثر بتكون لهصبت الفارماسيست مور الليشي اللي إحنا منشوفه تحضير حتى يعني للأسف حتى ما بيكون معهم فرصة كبيرة إنهم يقدموا أكثر بينما أنت نفس نفس الدواء اللي بتسلمه للمريض إذا أنت كلينيكا الفارماسي تسلمه في الورد تحكي معه أكثر ليش طبعا لأنه أنت خلص هذا المريض اللي بدي يطلع كل الوقت إليهم بينما في بتلاقي فيه خمسين واحد وقع بيستنع عنده فطبيعة لكلينيكا الفارماسيست تعطيك أكثر تحط كل الانترفينشن اللي عندها كل الأشياء اللي تعلمتها طبعا لكلينيكا الفارماسيست أونكول بيكون معظمهم بيكون أونكول خاصة الأشياء اللي فيها مشاكل كثير في الأدوية زي البيدياتريك وزي 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 هذول دائما فيهم مشاكل إلى علاقة في الأدوية دائما الكل بيدي يسألك حتى الصيادة برن عليك بيقول لك جتنا وصفة بتلاقيه بالليل شفته من الاميرجنسي والله ما نفهم منها إشي برن عليك إذا أنت كنت في الاميرجنسي أو إذا كنت تكون أونكول إذا كنت ترد عليه بعي الحالة بأي لحظة تمام فالكلينيكال فارماسي بتختلف كثير عن الوصبتال وكلينيكال جوابتك إيمان أو في عندك أي استفسار تقريبا آه طب أنا لأني حكيت كثير على الكلينيكال نيجي نحكي عن الوصبتال شوي نراجع الأشياء لأخذناها الوصبتال هو بتيجي وصفة من الطبيب بشكل عام من المرضى المنومين أنا قاعد بحكي عن الصيدالية الداخلية الانباشنط الاوتباشنط تقريبا زي وزي الكومينيتي أكثر بيجي لكن الانباشنط اللي في الصيدالية بتيجي وصفة بتنزل يا إما على أو بتنزل على احنا بنسميها أو اللي مش هذه إليها طريقة في الوصفات وهذه إليها طريقة في الوصفات الفارماسيس بيستقبل الوصفة إما يدويا يعني ورقيا أو بتكون بتنزل على الكمبيوتر فبينزل لستة وصفات بيكون أكثر من كل الفارماسيس إنت إلك أو إذا استلمت الوصفة بتمسك هذه الوصفة يا إما بتطبعها إذا على الكمبيوتر بتحضرها فإنت كفارماسيس حسب البوليسي في بعض الناس في بعض المستشفيات بيحضر الوصفة وبيعمل عليها دبل تشيك في بعض المستشفيات فارماسيس بيحضر وفارماسيس بيعمل دبل تشيك على هذه الوصفة بعدين كل الوصفة بتنحط في كيس أو في بكج وبينحطوا هؤلاء في سلة لكل مريض يعني أدوية كل مريض له سلة معينة بيجي النيرس بيأخذ هذه السلة حكينا إذا في بعض المستشفيات بتكون بيكون في فارماسيس موجود في الوورد هو اللي بيجي يأخذ الأدوية الفارماسيس نفسه اللي هو الهوسبتال الفارماسيس اللي هو هذا زي مستشفى الملك عبدالله في كل وورد في فارماسيس فبدل ما يجي الممرض يأخذ أدوية المريض الفارماسيس اللي موجود في الوورد هو اللي بيأخذ أدوية المريض بس الأمان المستشفى الملك عبدالله في هذا النوعية وفي كلينة الفارماسيس فيعني إذا بده يطلع فيه غلط لأدوية المريض لازم نقص رأس كل الفارماسيس لأنه بتصرف عندك كوادرابل تشيك دبل تشيك على الوصفة يوم تتحذر وتريبل تشيك فيه ميديكيشن يروف في هذا الحال للأسف يعني في بعض الريبورد بس تخيلوا أنتوا كيف وصفة المريض بس في الفارماسي بتشيك أربع مرات فما بالكل ممرض والطبيب اللي كتبها فهي ستة شيكات على وصفة بيكون فهو مع ذلك بصير فينا ميديكيشن يروف تمام اللي أمديش أطول عليكم لأن المحاضرة خلصت في حد يظل عنده سؤال منكمل إن شاء الله اليوم الثلاثة والخميس بيكون في إكواز في حد عنده سؤال الخميس يا جماعة ما حدا يغيب تمام فزملائكم غايبين بالله يتبلغوهم يعني أمو النصر يحضروا تسجيل المحاضرة الله يرطيك العافية في حد عنده سؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة